برج الجوزاء المشاكس اللي كل أصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين بس الحق يقال هم كتير طيبين والحلو فيهم التفائل جماعة متفائلين كتير في الحياة أنا خلط طبعاً الوراء قبل الفيديو كمان عم بخلطه بطريقة أكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي أنا بحبهم كتير بتشاكس معاهم كتير في الحياة اللي هم برج الجوزاء بس بمصالح بشرا اللي هم كتير مهضومين وكتير حلوين بحبوا كتير يعني ينقضوا وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون تلك يعني الصوت جماعة كتير متفائلين هذا سبب نجاحهم في الشغل أكتر ما إنه في العطفة في الحياة بشكل عام أنا بقول ما عم بقول توقعات برج الجوزاء من الأبراج الناقضة يلي بتنقض ما بتخلي شي بقلبها بتقولوا بأي طريقة بدون ما تفكر إيش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة بقولوا يلي بقلبهم وهذا أكتر شي أنا بحبوا فيهم بيزعلوك شوي لكن بسرعة بسرعة بيصلحوك ما بتعرف كيف يعني كأنهم نسيوا الشي اللي عملوه فبرج الجوزاء صديق ممتاز حبيب رائع لإنه متجدد دائما وأبدا برج الجوزاء وهو شخص مسؤول في الحياة فإذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء شاب من برج الجوزاء فهذا الشي كتير يعني فرصة حلوة إلها لأنه متحمل للمسؤولية خلينا نحكي عن الفترة الجاي برج الجوزاء كانوا شوي تقال عليك أنت بدك الأمور تكون بيرفكت كتير بالشغل بالعاطفة بتحاول توازن كل الأمور بدك كل شي مثالي ولأنك أنت شخصيتك قريبة من المثالية شخص برج الجوزاء بيحاول بيقاتل أو في صراع دائما مع نفسه لأنه بيحاول يوصل للمثالية وهذا إشي أنا بعتبره يعني غلط كبير لأنه أحيانا حتى العيوبنا يعني بتكون حلوة هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك بس لأ في عيوب حلوة أحيانا بنحب أشخاص عندهم بعيوب كتير بس نحنا بنحب هاي العيوب لأنها طالعة يعني منقلهم ما عم يمثلوا علينا فبرج الجوزاء بطنك أنه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني أمور تمام هلأ أنت عم تحلم عم تحلم وتحلم 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 وتقول متى بده هذا الإشي يصير وخلاص ولو بده يصير كان يصير لا بالأخير فيه ميزان فيه عدل الأمور كلها رح تصب في صالحك في الفترة الجاي والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمر لك الشر فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك ما بقول أنه أنتوا رح تبعدوا عن بعض أو أنا بصراحة ما بحكي أنه ما بحدد الآن عاطفة أو عمل لكن هو فيه شخص منكد عليك بالعربي فأنت طول الوقت بدك تتلاشعه بدك تتهمشه وهذا الإشي اللي بزيد غيرته منك لذلك هو بالأرجح يكون في العمل كان يعني شوي عم بهيئنا لشهر ستة وسبعة وثمانية ما بدي أحكي لك أضحك عليك أقول لك أنه كل الفترة حلوة كتير شوي تكمل في أحلامك استنى المفاجآت الحلوة ستأخذك طبعا في العمل والعاطفة كمان لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة بدك تستنى شي خمستاشر يوم أقل من شهر فالفترة اللي جاي كتير واعدة بالنسبة لإلك وحتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين أنه أنا افتحت من هديك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي فهو شبه دورة عم بتمر فيها لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف حلاوة الأمور اللي جايتك بالفترة الجاي والحب الحب يا جوزة الحب جاي جاي بطريقة يعني حتمية خلينا نقول أنه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية لكن أنت كنت كتير متنشو كتير شايفو أنه مش لقلك أو أنت مش لقله هذا الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه لكن أنت تفكيرك صح خليك ماشي في الخط اللي أنت فيه والشخص اللي أنا عم بقولك عنه أو الفرصة هي جاي في الفترة هاي فترة خلينا نحكيها الحب والسلام لبرج الجوزة لأنه بستاهل كل خير برج كتير مكافح وبالآخر يعني عن جد بيوصل للشي يلي بدي يا لأنه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت خاصة من ناحية الشغل حتاخد مكانتك اللي أنت بتستحقها مش اللي أنت هلأ فيها لذلك بقولك تفائل أنه الفترة الجاي كتير حلوة ما بضحك عليك ما بقولك أنه كل الفترة لكن خلينا نحكي تمانين بالمية من الثلاث أشهر الجايين هيكونوا سعادة بالنسبة إليك فضيعة أول السنة كانت مش مبشرة كنت تقول والناس اللي كانوا يبعتولي كانوا يقولوا لي أن شو فرش الجوزة تضحكوا علينا وكذا لا أنا قلت من قبل أنه شهر واحد واثنين وثلاث أشهرات حيكونوا شوي صعبين على برج الجوزة لكن بدهم يصبروا شوي وفعلا النص الثاني أحلب كتير من النص الأولاني في برج الجوزة خلينا نحكي أنه أول ست أشهر من هاي السنة كانوا عبارة عن لملمة أمور كيف تحكيها أنه يعني الأمور اللي مش عاجبانا عم نتخلص منها عم نتخلص منها عم نحس أنه إحنا مش مرتاحين لوجود أشخاص أو أمور حولنا حيثيات إحنا ما حبيناها لكنها يعني هي الطريق هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي أنت بالبكية مرة تانية بحذر برج الجوزة من أول 15 يوم ما بحذره يعني ما بخوفه وبقوله أنه صعبين أو كذا لا لكن المياه حتكون راكدة يعني لو بدك تفكر أنه في مصباح سحري وحال أمور واو حتكون هيك بسرعة من الباب لطاقة لا بدك تكمل وما تفقد سمام الأمور ما تعصب كتير بدك تروح يا برج الجوزة أنت عندك أعصابك كتير مشدودة طول الوقت وعم بتروح عالبيت عم بتفكر بالشغل وعم بتروح عالشغل عم بتوكر بالبيت والعاطفة حاسس أنه الأمور ما ضابطة كتير معك لكن بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة لإلك وكمان مش بس الثلاثة أشهر الجاي نقش كمان الشهر الزيادة كتير حلو بالإضافة لآخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزة أحلامك كلها حتتحول لحقائق ما بحب أبالغ كتير لكن هذا اللي مبين عندي وطبعاً لوقتها يعني من هون لهذاك الوقت حأنزل باستمرار الوارد والجديد عندي فتابعوني وغتلك لبرج الجوزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة